اه اه اعلم بحضراتكم النهاردة تمانية تمانية اه الفين اتنين وعشرين والتاريخ ده بالنسبة لي لي زكرة خاصة فحبيت ان انا اشاركوا يعني اشاركوا اللحظة دي فالفين وخمسة اه لما تنطاوي عن طريق السفارة المصرية والملحى العسكري المصري في امريكا سنة الفين وخمسة اه بلغ الحكومة الامريكية بعد هروبي ان هم اه كانوا منتظرين رجوعي وذلك لاني على اتصال اه بجامعات ارهابية هم اكتشفوها اثناء اه بعثتي وكانوا منتظريني علشان اه ان هم يحققوا معي بخصوص الموضوع ده طبعا يعني في محاولة لان هم يخلوا امريكا تقبض علي وترحلني باسرع وقت لان انا بقى مجرم خطير راجل على اتصال بجامعات ارهابية وكده مهم اه لغولي الفيزا واخلاص كان الكورس خلاص وانا كان مفروض ارجع فانا الصفة الدبلوماسية او الشبه الدبلوماسية بتاعتي للمبعوث الرسمي اللي هي اي تو فيزا كانت خلاص اه اصبحت غير مفروض بتبقى سريع لمدة شهر بعد الانتهاء الكورس ولكن بناء على طلب الحكومة الامريكية اه الحكومة المصرية للحكومة الامريكية تم اقاف الفيزا ويوم اه تمنتاشر سبعة اه جم زابط وزابطة من اه ادارة الهجرة امضوا علي حطوني في السجن اه وحطوني على زمة قضية ترحيل اه جبت محامي وعملت اه جلسة استماع بعد عشرة ايام حاول ان هما يخرجوني اه ادارة الهجرة حضرت في المحكمة وقالت للقاضي ان هما غير دهزي اه غير جهزين للاجراءات بتاعة الادعاء ازا زي فالقاضي ياجل الجلسة وكانت مؤجلة تقريباً اليوم اربعة تمانية او خمسة تمانية حاجة زي كده اه يوم الجلسة اه اه القاضي حضر والمحامي بتاعي كان موجود والاقدارة الهجرة كانت موجودة واقدارة الهجرة اه طلبت باستمرار احتجازي في السجن السجن ده كان هو يعني قانونياً هو اسمه مركز احتجاز فعلياً هو عمبر في سجن فدرالي كان اسمه واكنهود افل دلوقتي كان اسمه واكنهود في داونتاون سان انتونيو سان انتونيو تيكسوس فالقاضي اه رد عليهم قالوهم ان انتو جبتو الراجل ده يجبتوه من العنوان اللي موجود في الرخصة اللي هي بتعمل عمل البطاقة الشخصية هنا في امريكا يعني انت معاك بطاقة شخصية او رخصة الاتنين بيبقى عليهم عنوانك فلما تروح تجيبه من العنوان اللي موجود على الرخصة يعني هو لو كان عايز يستخبه كان استخبه فيعني لا داعي وبعدين هم اتجاوز ومراته شغالة وخلاص يعني هو ده المكان اللي هم عايشين فيه فلو احتجته تاني هتروحوا تلاقوه في نفس المكان فهم كانوا بيقولوا لا ان انا احتمال ان انا اهرب وان انا ما يعني لو حبوا ان هما استدعوني مش هيارفوا يلاقوني يكون انا هربت فالقاضي رفض طلب الحكومة الامريكية الممثلة في اقدارة الهجرة فرع الايس اي سي اي اه دول اللي هما اللي بيترودوا الناس بره والحدود واحرصة الحدود واتجارة البشر والمخدرات والكلام ده كل دول اسمهم ايس طبع ادارة الهجرة اه بتوع حماية الحدود فطلب اه القاضي اه رفض ولكن قال لهم انا هتدي له اه فدية يعني مش فدية اه كفالة كبيرة علشان اه يعني ايه وراح مديني كفالة عشر تلاف دولار اه بتروح للشركة هيئة اللي بتدفع لك الكفالة وانت بتدفع لها قصات حاجات زي كده يعني بتدفع لها كان ساعتها تلاتين في المية مقدم حاجة زي كده تلات تلاف يعني وبعدين كل شهر بقت قصة طيب ليها قصة ليها لعبة كده مكانش في جيبي عشر تلاف دولار يعني عشان اطلع من السجن بس طلقتي اللي هي كانت مراتي في الوقت ده هي اتصرفت وزبطت مع الناس دي ولا انا ياسف اه وعايز اقول اه ان الاجراءات المحكمة كانت يوم الخميس او الجمعة والخروج كان يوم لاتنين زي النهاردة كده بالزبط يوم لاتنين تمانية تمانية الفين وخمسة لو بصت على تمانية تمانية الفين وخمسة هتلاقي يوم اتنين من غير ما نبص انا متاكد اه كنت ساعة اتباشر بسجاير طبعا عول ما خرجت اول سجرة شربها من تلاتة وعشرين يوم دي دي اه سجرة حشيش من السجرة دي انت بتبقى دايخ يعني بتبقى وقف وقف دايخ في الشارع بس مش هي دي القصة القصة عندي شقين الشق الاولاني انه انا كنت مسجون في سجن مكيف فيه تليفون بالفلوس جوه الزنزانة اه فيه ثلاث سراير دورين مساحة طبعا مقفولة على قدنا بس ما هيش مزنقة يعني اه كان فيه كان فيه كان فيه كان فيه دوش كان فيه توليت كل ده جوه الزنزانة اللي احنا الستة عادين فيه وانت مش طايق نفسك واليوم ما بيعديش واليوم ما بخلصش واليوم ما لوش اخر وبعدين انا ما كنتش عارف اخرج امتى يعني انا لو محكومة عليها بحاجة مثلا بشهر يبقى العالف اخرج كمان تلاتين يوم انا قاعد لاجل غير مسمى وما ليش نصير في البلد لو طلقتي كانت قررت ان هي لا مش لعبة يبقى خريبا روح تفدايا عنديش حد جنبي ومع ذلك خرجت ومع ذلك القاضي يوقف وش الحكومة وعمل اللي هو شايفه عدل هو ده اللي انا بتكلم فيه هو ده اللي احنا بنحارب علشانه هو ده اللي احنا واقفين معاكم بسببه برغم كل الفساد وكل اوسخ حاجة عملها السيسي هو تخريب القضاء المصري دي اوسخ حاجة حصلت في تاريخ مصر هو تخريب القضاء المصري بالمنظر ده كان فيه فساد في القضاء طبعا كان فيه قضاء زي الزفت طبعا وكانوا بيسمعوا الكلام وبياخدوا فلوس ويو نيمت كل حاجة فيهم كل بس اللي حاصل دلوقتي ان كل حاجة ماشية بالاوامر ما لا كده ما بقاش فيه خضاء كده بقى فيه آآآ سكرتير الرئيس فرع الاحكام هو ده اللي بيقول الرئيس بقى مين يحكم على مين بايه ومين يتعمل في ايه وده غير طبعا الفساد اللي على جامعة دي اسوأ حاجة حصلت في الفترة دي الحاجة التانية اللي عايز اقولها ان برغم ان انا يعني زي ما انت كنت سامع كده مقارنة بسجن في مصر انا كنت قعد في الشرطن اللي على النيل آآ ولكن اليوم ما بيعديش واليوم ما بيخلص انا مش متخيل الناس اللي محبوسة في علب سردين بالسنين آآ حياتهم ماشية ازاي ده شيء لا يطاق وحتى لو مش علب سردين كونك يوم في السجن وبيعديش يا جماعة ايا كان انت فين انت حريتك حد مسلسلك انت ارد في افص الحرية لكل المعتقلين الحرية لسجناء الرأي الحرية لمصر وان شاء الله في يوم الايام نشوف القضاء بتاعنا بيقف وش الطلبات الحكومة ويمشي العدالة بدل ما القضاء بتاعنا اصبح دواسة جزم قضاء بتاعنا اصبح دواسة جزم لبوتس بتاعة العسكر اللي الجيش عايزه هو القضاء اللي الوقت بيعمله والقاضي لو بيسمعش الكلام بتفرغ يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة